الوقت الذي تسير فيه خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كاري نحو الفشل في ظل رفض مكترحه من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية أعلنت سلطات الاحتلال خطة لبناء مئات الوحدة الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة سقطت ثلاث قذائف صاروخية البارحة على تجمع أشكول الاستيطان صيوني في النقب المحتل جنوب قطاع غزة فيما نشرت حركة حماس قوات أمن بين غزة والأراضي المحتلة لحماية التهدية ومنع إطلاق الصواريخ وفق ما ذكره إسلام شهوان الناطق باسم وزارة الداخلية وكشف قياديهم في حركة الجهاد الإسلامية أن اتصالات قام بها مسؤولون مصريون مع قيادات من حركتين الجهاد وحماس من أجل تثبيت التهدية بعد تحذير سلطات الاحتلال عن طريق المخابرات المصرية من استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع في غضون ذلك كشفت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على خطة جديدة لبناء 381 وحدة الاستيطانية بالقدس المحتلة وأضافت الحركة أن سلطات الاحتلال أعلنت عن هذه الخطط للمرة الثانية منذ إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرة ما يؤكد أن حكومة الاحتلال ليس جادة بشأن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين خلال المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين يذكر أن حكومة الاحتلال أعلنت عن اعتزامها بناء أكثر من 1800 وحدة سكنية استيطانية في الظفة الغربية والقدس المحتلتين منذ نهاية ديسمبر الماضي من جانبه اعتبر رئيس الفلسطيني محمود عباس أن استعداد الجانب الفلسطيني لتمديد المباحثات مع الاحتلال مرتبط بتطور هذه المباحثات وأكد عباس عشية زيارته إلى موسكو أنه سيتم وقف المحادثات في حال عدم التوصل إلى نتائج وكشفت مصادر دبلوماسية غربية أن فريق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بدأ بإجراء اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لفحص إمكان تمديد المفاوضات حتى نهاية العام في حال فشلت خطة كيري كما هو متوقع بعدما قبلت بالرفض من الجانبين